اشتركوا في القناة هل تعلم أنه يمر عبر العديد من الجزر الصغيرة التي تربطها عدة جسور وثمانية قناطر فوق المحيط؟ الخطير أن الرياح القوية والأمواج العالية تجعل الماء يلتطم بقوة على الطريق أو يضرب السيارات بعنف لهذا واجب اتخاذ الحطة والحذر عند المرور بهذا الطريق لتجنب وقع حرافات أو انزلاقات ربما تكون مميتة ربما يشعرنا هذا الاسم بالخوف إنه طريق جبلي وهو جزء لا يتجزأ من الطريق الوطنية بالنرويج كما أنه يعد وجهة سياحية للأجانب بامتياز وترجع خطورته إلى انحرافه فهو يتوفر على أحد عشر منحرفا بدرجة تفوق المائة والثمانين درجة إضافة إلى أنه يمر عبر جبال ضخمة وشاهقة فهو يتميز بضيقه حيث قليلة هي الأماكن التي يمكن للعربات المرور منها بسهولة لهذا السبب يمنع المرور على العربات التي يتعدى طولها 12 مترا كما لا ينصح بمرور السيارات في شكل قوافل هل تعلم أنه يمكنك أن تتمتع في أعلى نقطة برؤية منظر رائع للطريق والشلال وأفضل فترة لخوض مغامرة على هذا الطريق هي فصل الصيف أو فصل الربيع لأن الطريق تقطع في فصلي الخريف والشتاء بسبب الثلوج إنها الطريق الدولية الأكثر ارتفاعا في العالم وهي أعلى طريق مبلة بعد الطريق الأرجنتيني وتربط بين الصين والباكستان عبر جبال الكاراكوريوم يبلغ طول الطريق 1300 كيلومتر وهي معروفة لدى الصينيين باسم طريق الصداقة لقد كلف بناء هذا الطريق حياة العديد من العمال بسبب سقوط مفاجئ أو نظرا لانجراف التربة يقال إن هذا الطريق يكلف حياة شخص في كل كيلومتر منه ورغم كل هذا سرعان ما تحول هذا الطريق إلى وجهة سياحية وذلك بفضل الخصوصيات الطبيعية والمناظر الخلابة التي يمر عبرها رابعا موكي ديوغواي يقع هذا الطريق بالجنوب الشرقي لولاية أوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا بالشمال الغربي لواد الآلهة وقد تم تشهيده عام 1958 بهدف نقل الأورانيوم المستخرج من أحد المنهجم يتعلق الأمر بمسار من الحصى يمتد عبر كيلومترات إلا أنه مسار لا ينتهي من المرتفعات والمنخفضات التي تفاجئ السائقين فرغم احترام سرعة الثمان كيلومترات في الساعة من السهل جدا أن تخطئ في تحديد المنحرف التالي لتجد نفسك في سقوط حر من أعلى الجبل لكنها تضم أجمل المناظر وأروع أشكال الطبيعة في العالم كالصورة الخلابة لواد الآلهة من العلى عادة ما يكون هذا الطريق مفتوحا في وجه السائقين لكن يبقى احتمال إغلاقه في أي لحظة أمرا واردا وتنصح السلطات بتجنب هذا الطريق بالنسبة للعربات الثقيلة يوجد في جبال طايهونغ بالصين هل تعلم أن هذا الطريق يخترق الجبل وهو ما يجعله مرعبا ومخيفا؟ لقد قامت ساكنة قرية صغيرة تدعى جوليانغ ببناء هذا الطريق وذلك للخروج من العزلة التي كانوا يعيشونها وقد بدأ المشروع ثلاثة عشر شخصا مات بعضهم أثناء أشغال البناء يبلغ طول النفق ألفا ومائتي متر في حين يصل عرضه إلى أربعة أمتار وارتفعه إلى خمسة أمتار وبالرغم من كونه مكانا خطيرا للغاية يعد هذا النفق وجهة سياحية للعديد من عشاق المغامرة تحكي الأسطورة أنه تم فتح نوافذ حتى يضاء المكان نظرا لغياب الكهرباء وبذلك سهلت عملية البناء ومن بعدها السياقة يقع هذا الطريق السريع في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية بكارولينا الشمالية إنه مصار المخيف هل تعلم لماذا؟ الجواب بسيط فالأمر يتعلق بثلاثمائة وثمانية عشر منحنا في أقل من ثمانية عشر كيلومترا وخمسا وعشر قتلا في العقد الأخير يضم هذا الطريق الكثير من المنحرفات ولها أسماء مدهشة كمنحرف الصوت ومنحرف السنام ومنحرف الاحتراف ويحتوي هذا الطريق على مثلة تدعى شجرة الانتقام وهي تحمل ذكريات الأشخاص الذين لقوا حتفهم بهذا الطريق إنه الطريق المعروف بمصار الموت ويبلغ طوله ثمانون كيلومترا حيث يربط بين مدينة الأباز ومنطقة اليونغس يعرف هذا الطريق بخطورته البالغة وعدد الأشخاص الذين يلقون مصرعهم به سنويا وذلك بمعدل أكثر من مئتي حادثة وست وتسعين قتلا في السنة عام 1995 اعتبرها البنك الأمريكي للتنمية من أخطر الطرق في العالم فمن المعتاد تساقط الأمطار وانتشار الضباب بالمنطقة وهو ما يحجب الرؤية لدى السائق ويصعب من مهمته إضافة إلى عوامل أخرى من قبيل تساقط الأحجار وفي الرابع والعشرين من شهر يوليوز عام 1983 انحرفت حافلة عن هذا الطريق لتخلف وراءها أكثر من مئة قتيل في أسوأ حادثة سير عرفتها بوليفيا إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم